دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في استيقات التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير خارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن الشقيقة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية كما يرأس الوزيران جلسة مباحثات موسعة في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين ومن المنتظر أن يتناول الجانبين العلاقات اللي بتربط بين مصر واليمن في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك النهاردة هتسير مصر للطيران 22 رحلة جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة القاهرة ورحلتين بخط سير جدة كوناكري ورحلة بخط سير جدة باماكو ورحلة بخط سير جدة بورج العرب ورحلة بخط سير الطائف القاهرة وتسع رحلات بخط سير المدينة القاهرة النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 هيلتقي منتخب سلوفاكيا مع منتخب رومانيا في السبع مساء في نفس التوقيت هيلتقي منتخب أوكرانيا مع منتخب بلجيكا في العاشرة ليلا هيلتقي منتخب جورجيا مع منتخب البورتغال في نفس التوقيت هيلتقي منتخب بلجيكا مع تركيا